يمكن كان المشهد قبل 24 ساعة من الانتخابات كنا بنحاول نوضح لك الرؤية انت بتكلم على نادي الزمالك بنتكلم على طبعا واحد من الاندية الكبيرة جدا جدا في مصر وفي افريقيا وفي الشرق الاوسط وبالتالي لما يكون بينتخب مجلس ادارة جديد فكان طبعا بيلقى اهتمام كبير اهتمام مش مصري بس ولكن اهتمام ايضا عربي بشكل كبير لان احنا توجدت وتعمدت لانها فترة عصيبة جدا ودايما بتعمد ان انا بكون موجود فيه ليلة الانتخابات بتشوف فيها مشاهد مختلفة المشاهد المختلفة حصل مناوشات وحصل ده بيحصل في كل الانتخابات على فكرة يعني اي انتخابات انا شفتها او غطتها على مضاعف الاهلي في الزبالك في الشمس في الجزيرة في اي انتخابات بعض يقولك تجاوزات ولا بد من اه طبعا ده ابطال الجامعية العمومية هو متعمدة ومش متعمدة لا 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 بيحصل في كل الانتخابات لكن في نفس الوقت ما بتوجهش هذه التجاوزات ولا اللي كنت شايف انها ما بتوجهش المصوطين في العملية الانتخابية التوجه داخل الجامعية العمومية خلي بالك كان خطير جدا في ان هو ينجح القيمة كلها ان الجامعية العمومية داخل نادي الزمالك لا اول مرة تروح لي القيمة الموحدة هنا ده بيوريلك معنى معين على وهو ان الناس رفضة رفض بات الاستمرار في سياسة الفرد الواحد اللي كانت موجودة عليها وبالمناسبة انا ضد ان مرتر منصور يبقى الراجل مش موجود دلوقتي فنطلع فيه كل السلبيات انا مش له ايجابياته وله سلبياته زيه زي اي حد له ما له وله ما عليه انما فكرة ان الراجل يبقى مش موجود فنطلع نتكلم ونطلع نقول ونقطع والكلام ده كله كأن الزمالك كان فيه عبارة عن سلبيات بس لا هو كان فيه ايجابيات وفيه سلبيات لكن فيه مشاكل كتير مالية وازمات مالية حصل ده يوم التسلم تسلم عن مجلس الادارة برئاسة حسين لبيب رسميا للنادي ان لقوا كتير جدا من القرارات الخاصة المالية ليس لها اوراق مستندية رسمية داخل النادي وده هيتم الاعلان عنه في اول جلسة المجلس الادارة رسمية من المفترض ان هي هتكون يوم الحد اللي جاي وبالتالي لكن هم طبعا استلموا في مشاكل مالية وازمات مالية اللي احصر لها خلال الفترة اللي فاتت بيحاول بقى المجلس الادارة برئاسة حسين لبيب انه يعالجها وفي نفس الوقت زي ما بقولك العملية الانتخابية كانت ماشية بشكل طبيعي جدا الفارق الكبير فيه الاصوات فيه معادة طبعا المنافسة اللي كانت منافسة محترمة جدا جدا ما بين المهندس هشام ناصر نائب رئيس النادي الحالي اللي كان ضمن القيمة وما بين الاستاذ هاني العتال اللي كان مرشح طبعا لمنصب النائب مستقل وللامانة هاني العتال ضرب مثال محترم جدا جدا بعد ساعات من اعلان النتيجة اولا انا كنت متواجر لغاية الساعة 2 بالليل وكنت بشوف والاول مرة بالمناسبة ان القيمة كلها قعدة مستنية نتيجة مستنية نتيجة الصراع بين هشام ناصر وهاني العتال وفي نفس الوقت هاني العتال قاعد مع انصاره ودي ما كانش بتحصل اجابها خالص ان الغاية اللحظة الاخيرة انت مش عارف اللي هينجح شام ناصر ولا هينجح هاني العتال ودي يوريه لك برضو ان المنافسة كانت شرسة بشكل كبير ثم هاني العتال طلع في اليوم التالي اصدر بيان احرج في كافة المرشحين الذين كانوا يرغبوا ويخططوا الى اقامة دعوة قضائية ببطلة الانتخابات وقال لك انا بهني مجلس الادارة بهني القيمة الموحدة الكلام دا برضو ما كانش بيحصل خالص ودي يوريه لك طريقة الصراع وطريقة المنافسة اللي كانت شرسة جدا لكن الزماني كان فترة من الفترات كان بيواجه ان يتنتخبني يعني مش هدخلك النادي دي كانت انا بجيب لك من الاخر دي كانت من بعض المرشحين ثم بعد كده تصل ان المنافسة فعلا كانت منافسة محترمة لما تبص لي انصار القيمة الموحدة لحظة اعلان والتأكد من الاعلان عن اختيار دا البيان بالمناسبة المحترم جدا اللي اصدره الاستاذ هاني العتال بعلم اللجوء للمحاكم يعني من الاخر كده الراجل بيقولك انتو خلاص باحترم الجماعية العمومية باحترم اختيارها وانا في نفس الوقت مش هاقيم دعوة قضائية وهي دعوة ايضا لكل المرشحين اللي لم يحالفهم التوفيق اشتركوا في القناة